السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حابة عمليني ان شاء الله تكونوا بخير النهار ده فيديو جديد وهنعمل معاكم الجاتو بس بطريقة سهلة وبسيطة الجاتو اللي هو بكله مستطعبينه الجاتو الهرم والشطرنك بس قبل ما نقول الطريقة او نعمله نقول بس الاساسيات بتاعة الزبنش هو عبارة عن اين مأدير المأدير هزهر عندكم على الشاشة بس حابة اقول لكم معلومة دقيق ده ده جميع الاغراض هو معبارة عن 200 جرام دقيق طبعا المتين جرام دقيق يا جماعة انا شلت منهم اربعين جرام دقيق وحطيت مكانهم اربعين جرام كاكاو والكاكاو ده انا حطها وسط هو ازباني كاكاو ازباني بس انا حطها وسط حضرتك عندك الغامق عادي بتحطيه عادي ما فيش اي حاجة دلوقتي انا جبته حطيت عليه الباكم بودر اللي هم اربعة جرام باكم بودر وبنخله حلو عشان اطلع منه لو في رطوبة ولا في حاجة عشان هو ببينه مركون طبعا بنخله حلو بعد كده زي ما انت حضرتك شايفان اخدته حلو بعد كده ببتدي احط بستعمل برضو ايه المحسن اللي هو بونه ده اه محسن حلو جدا اه بحط منه معلقة وبحط المكونات كلها زي ما حياتك شايفان وحط البيت برضو الاربع بودات كبار لو حضرتك عندك بيد بلدي بتحطي خمس بودات وحطي تكتل المكونات المية والمية من الحنفية عادي وكل المكونات بضربها لمدة عشر دقايق بالزبط بالمضرب الكف اللي انت شايفها حضرتك ده او لو عندك المضرب السلك بس انا ايه بشتغل ساعات بالكف تمام عشان ما بحبش احمل على السلك عشان مش يجرله حاجة فا وبعد كده بجيب عندي الصاج ده والتلاتين في اربعين هو جايبة في ورقة زبدة ده احناها من تحت وحطت بس ورقة زبدة وارحت ايه حط الخليط بتاعي كله طبعا ايه الخليط ده كله هياخد الصاج اللي هو تلاتين اللي هو اربعين في تلاتين تمام هندخلوا الفرد على درجة حرارة مية وتمانين هيقعد معنا من عشر الاتنشر دقيقة هو خد معي اتنشر دقيقة بالزبط ما تقطريش عن كده عشان ما ينشافش منك عشان ده مش مش طرطة لو طرطة هتبقى محملة وهتقعد ممكن ربع ساعة واكتر لكن ده ايه سسرول عشان لو قاعد كتير هينشاف معنا طبعا انا بسويه بالزبطيول زي ما حياتك شايفاني كده بسويه كويس كده عشان ما تقباش في حتة وطي وحتة عالية زي ما انت شايفاني كده وهتبدأ دخلوا الفرن مية وتمانين عشر اتنشر دقيقة طبعا بطلعهم الفرن وبغرزوا بالسكينة باشوفها ايه استوى ولا لا اطلعت السكينة نظيفة وبكده استوى طبعا بغط بغطي لازم اغطيه والمطلع من الفرن عشان يفضل طري وحلو. اه مش لازم ابيته في التلاجة بسيبه يبرد عادي في ربع ساعة وبعدك لابتدى اشتغل بيه عادي مفيش اي حاجة. طبعا انا عملت برضو اللي هو الفانيليا وموريه الكودستك دوت انا حطاها ستين فاربعين دوت اه عاملة مقادير صد كبيرة انا عملت اللي هو الفانيليا عشان هعمل طبعا الجاتوش شطرانج وكاتوه الهرم. اه فانت شايفينه هوت الفانيليا جميل جدا وخالد بتاعه هوت هبتدى افرده حلو زي منتو حضرتكم شايفينه. وبعد كده هبتدى برضو ادخله الفرن بتاعي على درجة حرارة برضو مية وتمانين. دوت بقى هيغيب معايا شوية مسلا هيقعد معايا خمستاشر دقيقة. وطبعا ببص عليه كل شوية. عين عليه ما سيبهوش عزين ينشف. وطبعا المقادير اللي انا بالدهالك ديت ممكن تعملي منها طرطة مقاس اتنين وعشرين. لغاية اخرج اربعة وعشرين. من عشرين لاتنين وعشرين لاربعة وعشرين. اكتر من كده ما ما فضلهوش. طبعا المقادير ديت مقادير آآ آآ محلات. انا بحب اشتغل بالزبونش البلدي. ما يحبش هستغل بالزبونش اللي هو الجاهز. مش بحبه. احس ان هو عامل زي الحلبسة. شايفين ما شاء الله اللي بتاعي طري وجميل ازاي? طبعا انا غطيته عشان يفضل طري وجميل. ما شاء الله عليه. مش عايز اقول لكم هاشش هاشش هاششان جميل جدا. الجاتو بتاعي خفيف جدا جدا. جربوه وان شاء الله يتعتمدوه. الطريقة بتاع دي لاني انا ما اعتمدها من سنين. آآ يعني حاجة ما شاء الله عليها. دلوقتي انا دلوقتي هعمل الكريمة بتاعتي. الكريمة بتاعتي الاول بدوب بحط مية متلجة عندي. آآ وبحط لها السكر بدوب السكر مع المية حلو. وبعد كده بحط كريم شنطية. طبعا المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. طبعا هو مقادير برضو كريم شنطية عبارة عن ربع كيلو. ربع كيلو كريم شنطية. ومية وخمسين جرام سكر. وعبارة عن نصف كيلو. مية متلجة. تمام? المقادير برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف. طبعا شايفين المية عشان متلجة. طلعت الكريمة بتاعتي تقيلة وازا وحلوة. طبعا انا بقى كنت مرائية. طبعا قسمت بقى طلعت اللزبنشات كلها من من السجان وغطتها. وقدت فصلة بين كل الزبنش وزبنش ورقة زبدة. وزي ما حضرتك شايفة كده رحت جابها الرقة بتاعت ليه رقة الكاكاو الاول. وروحت ايه? ما حطتش صيرب انا عشان الزبنش بتاعي طري وكويس. اه لو حضرتك عايزة تحطي صيرب عادي حطيه عادي. هو كبات مية وكبات سكر على النار بيتدوبه. واول ما يغلط حطه نصف عصرة لمونة تماما وتشتغليه. انا ما حطيتش صيرب. طبعا حطيت رقة الكاكاو وبعد كده حطيت طبقة الكريمة وزي ما حضرتك شايفة بالزبط كده. آآ بحطوهم بنظام. وبين كل الطبقة وطبقة طبعا بحط الكريم شنطيه بتاعي. وطبعا زي ما حضرتك شايفة انا بضغط كويس جامد على الزبنش عشان ايه ما يتفكش معي. وطبعا بساوي الحروف من الجناب ومن ايه ومن من كل من كل حتة بساوي الحروف. لو حتة عالية. برضو بقطعها باللي ايه? شايفيني الطرنش بتاعي? اهم حاجة الطرنش بتاعي يا جماعة زي ما انتم شايفينه كده. آآ بقى يكون كويس معي. آآ ونوع كويس. عشان يقطع معي الجاتو حلو. طبعا انا قطعته بالطول. قسمت الطور الجاتو يعني. الاتنين. وارحت ايه جاية هنا بقى بالعرض زي ما حيتك شايفة كده رحت ايه سايبها اتنين سنت كده من الحرف وارحت جايبها السكينة وارحت اقطع بيها الجاتو. زي ما حيتك شايفة كده وعادي ما بتخفيش وبتقطع بكل سهولة كده بتيجي من الحرف كده. وتروح ايه? اقطع الجاتو بتاعك. عشان ده شوف انا عاملها بقولك ايه? بقولك الناحية دي ابيض ده هنتهى كريمة. والناحية البني برضو ده هنتهى ايه كريمة? يعني ابيض وصادها الكاكاوة. عشان ما تطلق بطيش. يبقى راق الوقت راق ابيض. وتوح تدهينها كريمة والرق التاني اصمر اللي هو البني. وتروح بقى ايه ملزقاهم بالكريمة زي ما حياتك شايفة كده وبضغط علىها كويس. وايه وبجلسها بالكريم شنطي. زي ما حضرتك كده شايفة بالزبط. طريقة سهلة وجاملة. طبعا اعايز اقول لك ان بين كل مرة ومرة انت بتدهين الكريم شنطي زمانة عاملة كده. طبعا بدخلوا عندي الفليزر اللي مدت ساعتين. عشان احنا في الصيف وانتو شايفين النور ما شاء الله حلو جدا. فعشان الحاجة ما تسحشي. وطبعا ده جاتوه الهرم والشطرنج. فالحاجة ساحت وبخلاص. اه فاحنا مندخله شوفه انا بسويه. وجامبي اه شافشأ في ميا مغلية. جام بحل اي حاجة عندي مياه يكون فيها مياه مغلية بس طبعا ما تحطيش في حاجة بلاستيك او حاجة ازازة عشان دي مياه مغلية. يكون عنديك حلس تلس ولا حاجة وتروح حط فيها المياه المغلية وتروح ايه مدوبة للسكينة كده بتاعت اه بتاعت حضرتك فيها وتروح ايه تبتدي تجلسي الجاتوه. وتحطيه في الفليزر اللي ما انا قطيه حطوطه طبعا في الفليزر. اه عبال ما اعمل ايه? جاتوه. الشطرنج. وعمل اقول لك انا بقيس بصبعين. بصبعين. عمل اش هقول لك بصابع. اهو. بش هقول لك بصابع. يعني ايه انا هعمل اربع اه هقطعهم لاربعة. هقطع اربع وحدات. كل واحدة بمقام صابع. بمقام صابع. قطعتهم اربع شرائح. كل واحدة بقسها بايه? بمقام صابع مراكز صابع. تمام? باجيبها كده واعدلها زي ما حياتك شايفها. طبعا حطيت الجاتوه الهرم في الفليزر عشان يتجمد. طبعا انا بدهن من كل طبقة وطبقة بدهن الكريمة. بدهنها حلو عشان ايه? هحط الطبقة التانية. ان هي الجاتوه الشطرنج شايفها? حطي الطبقة الاول كاوي وبعد كده الطبقة البيضة. ما تلغبطيش روحك. طبقة الاول كاوي وطبقة بيضة. ايه. طبقة ايه. والطبقة ايه. يعني طبقة صمرة. ايه. وبعد كده هحط طبقة كريمة. حلو كده. زي ما انت شايفة كده. حضرتك. وبعد كده ايه? هروح حطى طبقة الفانيليا. هروح بقى حطى طبقة الفانيليا. تمام? يعني طبقة كاكاو طبقة فانيليا. طبقة كاكاو طبقة فانيليا. ما تلغبطيش روحك. هروح بقى قلبها النحط تاني. شوف القلبة بتحت هروح قلبها. وضغط عليها وعادلها كده بيدي. طريقة سهلة وبسيطة. هبتدي اجلس. كلكم بقى مستصعبين الجاتو والشطرنج والهرم. ما فيش اسهل منهم. يعني حاجة سهلة جامد. زي ما حاجتك شايفة كده. ومش عايز اقول لي حاجتك الطعم بقى تخفى. طبعا هجلس حاجة زي ما حاجتك شايفة كده. وهدخل بقى ايه? الفليزر برضو. لمدة ساعتين. في الفليزر مش في التلاجة. في الجو الحلو ده. في الفليزر. وبعد كده ايه? هروح ما طلعه انا بقى الجاتو الهرم هشتغل فيه وابل ما ده ايه يتجمد معي. كل ما بشتغل في حاجة بروح احط حاجة تانية تتجمد واشتغل في التانية. المهم ان انا اما بضيع شواء. المهم بوريك بواقي الزبنش. طبعا كان فيه اكتر من كده بس ربنا يخلي الولاد كلهم. فاللي فاضل عشان مش اقول لك ما فيش حاجة بتتريمي. لأ. آآ اللي فايد وروح تحط عنده كان عندي كريم شانطية كده وفيه كاوي يعني كريم كريم الشيكولاتة. وروح تحطاهم مع الخليط وروح ايه عجناهم بالعجين. ما عندي كش عجان بتعجنهم بايديك عايدي. طبعا هرجعهم بتاني واعملهم بسوسرهم. شايفة حضرتك بفردهم كده وهفردهم دوقتي بالنشابة. وارح ايه لفع عليهم ورقة الزبدة. وارح ايه برماهم. وارح ايه زي. شايفة حضرتك برماهم جامدة هوت. وانا هدخلهم بقى ايه دلوقتي الفيليزر برضو يتجمدوا برضو لمدة ساعتين. وهطلع بقية الحاجة التانية اشتغل بيها. دلوقتي انا بوريكي بقى حاجة تانية. انت بدلا ما انا بجيب المكسرات طبعا ان الراحة ما عندي انضيفة زي ما حاجتك شايفة كده. بجيب المكسرات بتاعتي. بدلا ما دقها بالهون ولا اي حاجة. باعلمك حاجة تكة كده. انك بتجيب وتروح مقطعها ايه? بالسكينة كده المشرشرة كده هوت. ودي انك يمشي عليها كده بتباط ايه? جميلة جدا. دي حاجة حبيت اقول لها خدتك عليها. طبعا ان جبت الشوكولاتة نوتلا. جبت ربع كيلو الشوكولاتة نوتلا. حطيت عليه اتنين وستين جرام. يعني ستين جرام زيت. جبت ربع كيلو شوكولاتة نوتلا. حطيت رشت عليهم مكسرات وحطتهم في الفليزر تاني يتجمدوا. طبعا طلحت برضو الجاتو الشطرنج. وبردو رحت برضو يمسيحي لهم ميت جرام شوكولاتة بيضة. عليهم اربعين جرام زيت. وحطت عليهم شوية مكسرات. اسمها هدية شوكولاتة روشية. رحت منزلها على ايه? الجاتو بتاعي. جاتو ايه? جاتو الشوكولاتة. جاتو اللي هو جاتو الشطرنج. اه اسفة. جاتو الشطرنج. طبعا هدخلهم بقى الفليزر برضو يتجمدوا. طلعت برضو اللي هو ايه? السوسرول اللي هو كان فايد معنا من بوائي الاسبونش. وهد هنو كده هو كريم شنطيه. الكريم شنطيه كان ساحبا كان جوي كان حلو خالص. هندخلوا برضو الفليزر يتجمد شوية. وبعد كده نطلعوا برضو هنقطعوا. عايز اقول لكم ده هو تخلص اول حاجة. جميل جدا ان كان كله شوكولاتة. انا كنت احطها عجناه برضو بكريمة الشوكولاتة. كان عندي كريمة شوكولاتة. باعينها في الفليزر. انا ما ببقى بعمل الجاتوهات والحاجات دي بيفيد مني حشو باعينه في كيس وارح عينة في الفليزر. ما فيش حاجة عندي يعني ايه? تتريمة ولا حاجة. حاجات غالية الاندي ومكلفة. طبعا هنحطه بقى ايه? هحطه دلوقتي. هحط عليه برضو سوس كرامل. اه زي ما انت حياتك شايفة كده. بعد كده هبتده ايه? احطه. احطط عليه معلقة جيلي شفاف. لوع البارد. وهراح هدخله الفليزر عندي. طبعا طلعت بقى جاتوه الهرم. زي ما حياتك شايفاني كده. طلعته من الفليزر. كان النور قطع ما شاء الله. فطلعته. وايجا تاني النور يعني. قلت ايه ما الحقيقة طلعه وقطعه بلما يقطع تاني. اهو اعمال قطع شايفة بقطع قبل ما يسيح طبعا وبهدل الدنيا. الحمد لله. اهو بقول لك بقس بالتلات صوابع كده. اهو بقس بالتلات صوابع. عايز اقول لك الجاتوه تطلع معايا تسع خرطات. ما شاء الله وخفيف وهاشش وجامل جدا. بجد لزبونش ده يا جماعة جربوه. ما تجيبوش لزبونش اللي هو دقيق لزبونش الجاهز. مكلف ومش حلو ببعمل زي الحلا بسا كده ده رأيي. ورأي ناس كتيرة برضو. فانا بحب بفضل زبونش البلدي بتاعنا. مقدير لها بتاعت المحلات الكبيرة. عايز اقول لك خفيف جدا وجميل جدا. طبعا شايفة الزوايد انا قطعها بقطع الزيادة منه عادي. عايز اقول لكم جاتوه الهرم جاتو الشطرنج طريقته سهلة جدا وبسيطة تشكلته سهلة وبسيطة جدا جدا. بس يجربوه اعملو مرة بعد كده هتلاقل امور سهلة وهتعملو تاني. شايفين? بيتقطع بكل سهولة وجميل جدا. طبعا لو احنا في الشتاء كان زمان وقت الشقاطة مسكت وما كانش ساحت زم انتم حضرتكم شايفين كده. بس طبعا كل حاجة هتدخلها التلاجة تاني وتتجمد. هتوبها حلو. طبعا في الوقت ده طلعنا كل ما اعمل حاجة ادخل حاجة وطلع واعمل حاجة. تمام? طبعا دلوقتي اه جاتوه الشطرانج انا بقطعه بقى معاك هقطع برضو الزيادة. ازا اقول لكم توحفة جدا. اهو بقطعه هوت زم حاجتك شايفة اهو بقطعه هوت بالتلات صوابع بقول لحضرتك اهو بالتلات صوابع. طبعا اهنا انا مكبرة مفروض يطلعوا معايا التسعة بس انا هطلعتهم سبعة دولت عشان نقطعه كبير. وغير كده طلحت منه زوايد. ازا اقول لك طلعت زوايد اه كتير خالص من يزبون شدود. شايفو حضرتك بقطع الزيادة بقطع بالتلات سوابعة. يعني بقص بالتلات صوابع واقطعه وهم اهو الحضرتك عشان اوفروا لكي الشطرانج طبقات الشطرانج هي ازا ما حضرتك شايفاها اهم حاجة رسط الشطرانج زا ما قلت لحضرتك راقت بشوكولاتة وراقت تحشي كريم يعني. يوح براقت شوكولاتة وبعد كده راقت آآ فاناليا وبعد كده راقت شوكولاتة بعد كده رأيت ايه فانيليا. وتحشيهم طبعا بين الطبقات بالكريم شنطيقة. ما حاجة ترتيب بالزبط. هطلع معاك الجاتو الشطران جزي ده. حاجة كده من الاخر. عاز اقول لك الطعم كان تحفى. والشوكولاتة الرشيلة انا حطتها ليا بالمقصرات دي حاجة من الاخر. جربوا جماعة دي مقدير محلات. والشوكولاتة عنا مديها لكم. بقول لكم اعملوا لايك. لو ليست تتفرجوا على الفيديو بتكملوا معي. اعملوا لايك. واشتراك في الكناة. شايفين? آآ ده بقى السسرون اللي كان باقي معانا. عاز اقول لكم تحفى بجد والله العظيم التاكل. انا بيت ازعلهم اقول لهم ايه نسيبوا عشان نستطيع نصور يعني منه. الحق حاجة اصور. انا عاز اقول لكم انا صورت كملت الصبح. شايفين الجاتو? ما شاء الله عليه. ده طبعا كانوا فايضين برضو اتنين عملتهم جاتو عادي. زي ما انت حاطك حاطت طبقة كريمة وحاطت ايه صوس آآ كراميل عليه. حاجة اقول لك تحفى بجد جميل جدا. شايفين يا جماعة الجاتو بتاعي. عاز اقول لكم حاجة تحفى بجد جربوه. باش هتندمو وهتدعولي. عاز اقول لحضرتك لو عجبك الفيديو بقى ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في الكناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.